ومع ذلك في إطار حتى المناقشات التي تبحث اليوم التالي للحرب نتنياهو يخطط للبقاء في غزة كما يقول لعشر سنوات إلى أي مدى يمكن أن يصطدم ذلك مع المحاولات التي نتحدث عنها وتقوم بها الأطراف المعنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية دول عربية معينة السلطة الفلسطينية الاتفاق على حكومة لإدارة القطاع في وجود نتنياهو والحكومة الإسرائيل الحالية لا حل في وجود نتنياهو والحكومة الحالية إذن اللي بترحه إيه أفكار كل عنص من دول متفق عليه دوليا إنما ليس بإطار صفقة وحتما نتفق عليه إحنا دوليا ويطرح على المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني هذه الخطة اللي حتطلعكم من الأزمة إلى الحل وإنهاء هذا النزاع والمطلوب قرارات سيادية مهمة من الجانبين لإنهاء النزاع ليس لحل الأزمة لإنهاء النزاع وينتخبوا القيادة بتاعتكم على هذا الأساس ما هي التداعيات المحتملة لنتائج هذه الحرب أياً كانت يعني بعد أن تتوقف الحرب هل سيعطل مسار التطبيع بين إسرائيل والدول العربية مفهوم ثقافة السلام الذي كان يتردد في السنوات الماضية هل سيضيع؟ أنا لاي لقاء كثيرة في ساحات عربية ومصرية لم يعد مقبولاً استخدام تعبير عمية السلام حتى عندما التحدث عن راعي السلام لم يعد مقبولاً الإشارة إلى الأولى المتحدة كراعي للسلام حتى تعبير السلام رد الفعلي بيكون وهي إسرائيل بعد كل عملته ده عايز السلام ففي الحقيقة في قدان الثقة في أمل المصالحة ده خطر ده خطر إنما هو واقع نتيجة للأرض الشيء الآخر وإذا استمرنا في هذا هيكون البديل إيه؟ الصدام الشيء الآخر حتى لو ما فيش الصدام وهي إما تدي الناس أمل يتدي حقاها إما متستغربش بقى لما تتطرف وتلجأ إلى العنف والناس على خطأ دايماً يفسروا هذا بأنه عنف فلسطيني اللي قاتل الرابين ما كانش فلسطيني كان إسرائيلي ليه؟ طيار متطرف في إسرائيل نعم وحتى عشان برضو نبقى متوازنين في العرض اللي قاتل الإستاذيات ما كانش إسرائيلي كان مصري إذن أنا أخشى أن ثلثية العنف والعنف المضاد تولد تطرف أو ثقافة التطرف مرة أخرى في المنطقة ويكون التكلفة عالية على الجميع على المواطن العادي على أمل الصلح أو الحل الشامل بين العرب والإسرائيليين وأيضاً حتى عدالة وطنية أخيراً طيب يعني ونحن في سنة الانتخابات الأمريكية بالمناسبة دعني فقط اسمح لي مع الوزير الصليب الأحمر يقول لا بديل عن إدخال المساعدات لغزة برا وعلى إسرائيل كسلطة احتلال التزام لنقل التزام بنقل المساعدات يعني هذا الخبر العاجل جاءنا الآن وهو ما يعيدني إلى القضية التي كنا نتحدث عنها في البداية قبل دخولك إلى الستوديو إنشاء واشنطن رصيف بحري مؤقت أمام سواحل غزة لاستقبال المساعدات من البحر يعني البعض يعني يشكك في هذه القطوة وينظر إليها بعين الريبة والشك كأنها صورة من صور الحضور أو ترسيخ الحضور الأمريكي في المنطقة أنا الحقيقة لو أشارك هذا الرأي من ناحية أن هم موجودين 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 في إسرائيل موجودين في كتير من الدول العربية موجودين في البحر الأبيض مش الرصيف ده هو اللي حيضيف هذه المسألة إنما أنا أتحفظي على الفكرة بقى بعد خمس تشو مش هو قف تلق النار بتخترح إنك تعمل رصيف حتبدي في 14 تانين مين هيتحمل هذا الناس بتموت من جوع الآن فضلا عن إن أحد المشاكل الرئيسية في المعارض الإنسانية ليست وصلها إلى رفع ولا وصلها إلى البر إلى البحر التوزيع لا يمكن توزع هذه المساعدات في زل معارك عسكري صحي وده الأسبوع الماضي أعتقد كان في قافلة بترتيب مع الجانب الإسرائيلي إنما ما ازدحم حواليها الجمهور الجانب الإسرائيلي ضرب عليها فإذن التوزيع بنفس أولا كميات مش كافية عن طريق البحر زينيا التوزيع لن يتم طالما ما فيش وقف تقنار ماذا سيتغير في مجريات الصراع في الشرق الأوسط إذا ما عاد الجمهوريون إلى البيت الأبيض في الجمهوريين وفي ترامب ترامب شخصية مختلفة عن أي حد إنه هو تعقد شيلني وشيلك وعمليا ما عندهش إيمان بأي قضية مؤينة بسراحة فمش حيتبنى وقفت لق النار من تجد الاعتبارات إنسانية وقانون دولي إنساني مش حيتبنى حل الدولتين إذا لم يكن هذا الحل يوفر له عائد سريع وأنجاز سريع بمعنى لن يستثمر سنين في التفاوض للوصول إلى هذا الحل أو يخضى بالجنب الإسرائيلي وأكثر من الله ففي حالة وجود ترامب المسألة عرضه طلب مين مستعد يارض عليه إيه أكثر من تاني دون أخذ في الاعتبار معدل القانون والعدالة في حالة وجود بايدن هو رئيس التقليدي بمعنى الكثير من تصريحاته سليمة أنا أقول الكثير مش كلها إنما أفعاله لا تعكس التصريحات فإذا كنا بندور على رد فائد تقليدي هو بايدن إنما رد فائد تقليدي غير فاعل ولا ينفذ الكلام اللي بيقوله فحقيقة ولا دا ولا دا حجيب لي الحل إنما أمريكا من الأهمية إننا ما قدرش أتجاهلها بالكامل المطلوب الآن إعادة التوزيع المعادلة بحيث يكون في أكثر من طرف دولي أمريكا وغيرها بساعة عمية السلام فضلا عن أنه على الدولة العربية أخذ زمام المبادرة في أيديها بالدرجة أكبر من هذا طيب يمكن هناك يعني عبارة قرأتها بالأمس وسجلتها هنا لجوزيف ناي البروفيسور المعروف وصاحب مفهوم القوة الناعمة واللي اشتغل مع إدارات ست إدارات أمريكية مع رؤساء يعني يقول أنه السياسات الخارجية للولايات المتحدة تتأثر وتتغير كثيرا مع كل رئيس لأن مزاج الرئيس يلعب دورا ولأن المحيط المتجدد يدفع باتجاه هذا الأمر أو ذلك هل تتفق معه تماما أنا أعرف جوناي جيدا وشخصية محترمة جدا ويؤمن بما يكتبه أو يسرع به كلامه في هذه الجزئية سليم تماما ما قيل لي من اتصالاتي مع جانب الأمريكي مسؤولين وغير مسؤولين أن الموقف الأمريكي الحالي هو جوبايت الموقف الأمريكي الحالي هو جوبايت وليس المؤسسات بالمعنى التماسك بدفاع الإسرائيل إلى هذه الدركة وعدم الإسراء فيه أفتاق النار كان جوبايت المؤسسات مؤهدة أيضا لإسرائيل وطبعا مؤهدة للرئيس إنما كان بتنزل المعادلة بشكل أوقع وأكثر توازن في أي في قبل ذلك وعند جورج بوش الابن وقبلها مع أوباما المؤسسات ليها دور إنما رئيس أيضا يعني أنا أتذكر في حالة جورج بوش الابن لما أعطى الدمانات لشارون بالنسبة لقاتل الحل النهائي لرحمه رئيس مبارك تحفظ على ذلك وكنا في زيارة في بيت جورج بوش في تكساس تحفظ على ذلك والرئيس الأمريكي مبداش الحقيقة تجاو فطلب مني الرئيس إن أنا أكرر الطلب فكررت الطلب فقال لي أنت ما ليه مهتم بالموضوع بهذه الدرجة أنا لسه حتى ما راجعتوش بدون ذكر أسماء تدخلي ده ما كانتش فقط بناءًا على الطلب الرئيس مبارك إنما كان على الطلب مسؤولي أمريكان أيضا من المؤسسة في الإدارة في الإدارة يعني على مستوى زي فلا الرئيس له دور إنما في توازنات بمعنى لو دخلنا بقى في مصالح جوهرية هتلاقي إنه رات الدفاع والعسكرين فيها بالتحديد هيقولوا لأ هنا في حسابات أدق هتلاقي أجنسة الأمنية المخابراتية تتكلم برضو إنما لأ حتى مع أمريكا الرئيس لدور ونعيق بقى عن الكونغرس طبعا الجانب الشخصي يجب عدم الإقلال من أهميته إنما مع الفصل بين السلطات تجد إنه المؤسسات الرسمية لها تبوزناتها أيضا إنما من يتصور إنه في النظام الديمقراطية الرئيس منوش دور لأ لأ وحتى يعني الانتخابات وحتى يوم الانتخابات الأمريكية الرئاسية المقبلة يعني يبقى مصير الشرق الأوسط ومصير الفلسطينيين في قطاع غزة معلقا على اللا شيء آه في الستوش والي جايين على الرأي العام العالمي أكتر بأي شيء آخر بمعنى الصورة البشعة تؤثر فيه الناخب العالمي أكتر من أي جهة CSD أو النوت النوت الثانية آه على العالم العربي تطوير دوره حيث يكون ثلاثون في المائة من قراره في الشؤون الخارجية مرتبط ب إمكانيات ذاتية نعم ثلاثين في المائة آخرين استباطا بوضع إقليمي وعلاقات إقليمية وآخر ثلاثين في المائة بعلاقات دولية بمعنى لابد يكون أكثر نفوذا متأثيرا على الأرض وهذا يعني من له ومن ليس له علاقات مع إسرائيل من له ومن ليس له لابد كل واحد فيهم يستعمل إيجابين وسلبيا هذا النفوذ بشكل إيجابي تحقيقا لإيه للسلام للعرب وللإسرائيلين نعم نعم أشكرك جزيلا شكر سيد نبيل فحمي وزير الخارجية المصرية السابق شكرا شكرا